اهلا بكم يا جماعة في الفيديو ده. في الفيديو ده انا هنشتغل نتعلم ازاي نعمل طريقة الشال او البنشو مش عارش اقولوا عليه للطفل لطفلة زويرة اه انا عملك العينة دي هنشوف مع بعض اهو البداية من فوق هنعملها على قبر دائرية اللي فيها السلك. كده ده شكله. هي عينة بس عشان تتعلموا فيها. تعلموا الطريقة عمل المقاس اللي انتم عايزينيه. هنشوف مع بعض الخطوات آآ خطوة خطوة بالتفصيل. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبدأ يا جماعة الشال. آآ بنبتدي ناخد المقاس زي اللي احنا عايزينه. هنبتدي من الرقبة وريخد نعمل دوران ناخد دوران الرقبة. زي ما قلت في فيديوهات قبل كده كتير آآ بناخد دوران الرقبة نعمل على حسب مسلا فستان عندنا للطفلة آآ او الدورة اللي احنا عايزينه بالمزورة. نشتغل عجل من الغرز على الابر. احنا هنا نشتغل بالابر الدائرية اللي فيها سلك عشان يبقى مقفول. دائرة مقفولة. آآ فهنشتغل انا هعمل عينة من تلاتين غرزة. وهنبتدي تقسيم الغرز تلاتين دول على تلاتة زي ما تعودنا. وما بنعمل في بداية الفستان او جاكت او اي حاجة من الرقبة. هبتدي تلاتين غرزة على الابر وهرجع لكم. بعد وبتدي تلاتين غرزة يا جماعة اللي هعملها عينة للشغل. آآ هبتدي كده الدايرة اهي تلاتين غرزة. دول تلاتين غرزة هنعمل عليهم الشغل. ابتدي لهم على واحدة من القبر اهي. وهنبتدي نشوف ازاي هنحاولهم نقفل نعمل الدايرة السحرية او الحلقة السحرية. انا هاجي للنص كده. وراح اسمها. تقريبا من النص واضة السلك كده. وعطهم في وضع الاستعداد للشغل. كده اسم وضع الاستعداد. قسمت الغرز من الصهم على الابرة دي ونص التانية على الابرة دي. ودي الفتلة بتاعت اول السطر. وخيط الشغل هيبقى كده لفوق. عشان ما نتلخبطش لانه بيلخبط يا جماعة على الخيط. بتاع الشغل. لازم اخليه. لفوق. هيدخل لي في قلب السلك وكده مش عايزين للخبط. ممكن يلخبطنا. هنعمله ازاي? انا عايز اقوريكو بس. ازاي? ما نتلخبطش مع السل كده. اهو يبقى كده. خيط الشغل لفوق كده. هنا. ودي بداية السطر. وانا هبتدي الشغل. عشان اقفل الدايرة. هعمل اطلع الخيط كده. اطلع القبرة دي اللي ورا. البعيدة. الخيط لفوق. خيط الشغل لفوق كده. هنا كده. ابتدي الشغل. هقفل الدايرة. هاخد كده. كده الشغل معي كده. هقفل. ابتدي اقفل الدايرة. شد كويس. واشتغل غرزة وغرزة. غرزة عيدلة. غرزة مقلوبة. اعمل عشان اعمل البلسية. اعمل جزء من البلسية. ما اسد اللي انا عايزة. العرض اللي ما اخلص الغرزة اللي على الابرة اللي ناحيتي دي. اقول لكم اقول لها هيحصل بعدها. خلص دول. نعمل ايه? الف. خلص الخط هنا. الف كده. هو دي اللي على الشغل الناحية البعيدة. ازوء السلك. بالطريقة دي. هنا اجيبه على الابرة اللي اقصادي. اللي ناحيتي. واشد دي كده. اختلاحها عشان اشتغل واكمل الشغل. جبت بقية نص الغرز على الابرة اللي راحتي. وشدت دي. وشدت البعيدة. خدتها عشان اشتغل بيها واكمل. انا بشوف انا اخر غرزة ناحية التانية كانت ايه? كانت عدل ولا مقلوبة? كانت عدل. هيبقى هشتغل اللي جاية دي مقلوبة. هي جماعة. وشد بقى برضو قويس واكمل. في الغرزة المقلوبة. اللي بعدها عدلة. هكمل لغرزة عدلة وغرزة مقلوبة. فخلص الغرز اللي على الابرة اللي ناحيتي. يبقى كده خلصت سطر او خلصت دورة. انا بقى متقال عليها دورة يا جماعة. في الابرة الدقرية. اهو? اهو؟ 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 الطريقة دي. خلص الغرزة هون. كده يبقى خلصت السطر الاول. وعرف منين? اعرف من الفتلة اللي بتاعي دورة البداية. بوصل عندها. يكون خلصت سطر او دورة كاملة. دي اخر ورزة. اهي. شايفين معايا? كده بصلت. ملفة على طول. اهي. وصلت للفتلة دي بتاعت البداية. يبقى كده خلصت السطر الاول. بعمل نفس الحكاية. شد السلك هنا بالابرة اللي قصادي. اجيب الغرز. النص ده. وشد الابرة البعيدة عني كده. عشان اشتغل السطر التاني. بيبقى في غلصة بس شوية في الخيط الغرز انها هتعدي. لازم تبقى الغرز ببقى بقى شوية. اهي. ابتدي بقى اشتغل برضو تاني. الخيط الشغل بتاعي لفوق هده. اهو. داخلت الشغل. يبقى دايما لفوق. دايما لفوق. اهو لفوق كده. اكمل عشان اشتغل السطر اللي بعده تاني. دورة تانية. برضو ورزة عدل ورزة مقلوبة. اهو يا جماعة. اهو الخيط. فين الخيط? لازم يبقى الفوق كده. ابتدي اشتغل ورزة عدلة. شد. اهو. اشتغل في دايرة مقفولة. اهو ورزة مقلوبة اهو. بالطريقة دي. يبقى الغرز مقسومين نصين. نص على الابرة اللقصادي ونص على الابرة البعيدة. لما خلص النص اللقصادي بلف واشتغل الجزء التاني. وهكزا. عشان اعمل دايرة او دورة كاملة. الورز اللي عندي. هنعمللكو عينة عشان الفيديو بقاش طويل. بثلاثين غرزة. اهو بلف اهو. بصوا ازاي. بهي الدايرة هتبتدي تتكون. دايرة صغيرة. طبعا انتم هتبتدوا عدد ورز هيبقى اسهل. كل ما يكون عدد الورز اكتر هتبقى الشغل اسهل. اهو. وطلع دي. واكمل نص التاني من السطر ومن الغرز. نازم الخط قلنا لفوق كده. خط الشغل. شايفين معايا لفوق كده. واكمل الغرز. زي ما كملت الدورة اللي فاتت. اهو. الطريقة دي. اهو. غرزة هو غرزة. خلص سطر كم سطر للبلسية. سنتي اتنين سنتي زي ما احنا عايزين. وهرجع لكم. مشان نشوف هنعمل ايه? الحردات والتوسيع وتوزيع او توسيع البنشوء او الشال هيكون ازاي? اهو. خلص اهو. خلص لما اوصل لدي هيبقى خلصت دورة او سطر. جيت لكم يا جماعة بعد ما اشتغلت ست اسطر او ست دورات. او زي ما انتم عايزين لو عايزين تعرضوا شوية الجزء بتاع البريسيل اللي فوق ده. عرضوه. اهو. لغاية بعد ست اسطر ووصلت لطرف الخده بتاع البداية ده ده على بداية السطر او الدورات الجديدة. هنعمل ايه? هنعمل ان احنا هنوزع التلاتين غرزة يا جماعة على تلاتة عشرة 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 في الضهر زي ما بنعمل تقسيمة الحردات لما بيجي نشتغل من فوق. انا عملها في كزا فيديو في القناة. عشرة للضهر وعشرة قدام وخمسة على الكتف اليمين وخمسة للكتف الشمال. فهبتدي بعد الخمسة دول. هنا هبتدي خمس غرز امشيهم بالغرزة العدلة. هنا يا جماعة الدوران في دايرة بيبقى عشان تعمل غرزة استنبولة او غرزة الجرسيل بيبقى كله بالغرزة العدلة. في شطر مقلوب ولا سطر عدلة. اهو. بعد خمس غرز. هنعدي كده. ادي اربعة. ادي خمسة. هنيجي. هنا في الغرزة دي. ببتدي نزود غرزة. نزود غرزة ازاي? ممكن نزود في البنشوء او الشلدة. في زيادة غرز من غير اجور ولا اي حاجة. آآ ببتدي ممكن نطلع غرزة كده من النص او ناخد من الغرزة دي اهي. اشتغلتها مرتين اهي. ممكن نفط على متى عشان ما نغلطش يبقى. بعد خمس غرز نزود في الستة ونعد. نعد عشرة للعدلة الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة زمانية تسعة في العشرة دي ممكن نعمل زيادة غرزة احنا اشتغلنا الخمسة وعملنا في الستة زيادة واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة في الستة دي عملنا غرزة زيادة وبعد مشينا الواحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بتدي هنلف الخد كده برضو نعمل زيادة غرزة في الغرزة اللي بعدها نعمل غرزتين برضو هنطلع هنا غرزتين هنطلع مش هارفة واضحة الصورة حسنة اياه مش الشغلة مش واضحة نعمل غرزة جدد نستطيع الغرزة give هارفة نعمل غرزة دي غرزة برضو زيادة. ببقى بعد الخمسة هنعمل زيادة. نكمل يا جامعة. يبقى عملنا طلعنا عملنا زيادة وعملنا خمسة بعد الخمسة نيجي تدي برضو نعمل زيادة غرزة. يعني احنا هنعمل زيادات عند اربع اماكن. سنة بنعمل عند اربع حردات. واحد. وبعدها بقى نعمل عشر. اتنين. تلاتة. احنا يا جماعة عارفنا طريقة الزيادات. بنحدد الاماكن. اهو من البداية هتطلقوا هنا دوابيس. اللي بيتوه لغبة توسح تحطوا علامات. من البداية عند الزيادات. بنعمل اربع زيادات. عادي زي شغل الجواكت والفستين من اعلى من فوق. حط اربع اماكن عند اربع اماكن. في البداية خالص استمنى تلاتين غرزة. بحيس. عشرة قدام. عشرة غرز. خمسة على الكتف اللي مين? خمسة للكتف الشمال. وهم في البداية اهو. الفرق هنا كان خمس غرز. وعلامة وعلامة. وبعدين عشر غرز. وبعدين علامة. ده ما كان هنا مفروض بيكون هنا علامة اهو. عشر غرز. يعني خمس غرز وعلامة. بعدين عشر غرز تاني والعلامة. فهمتوا ازاي? وطريقة لو عايزين نعمل توسيع اكتر من كده. بتيجوا عند الغرزة اللي عندها العلامة دي. ممكن تعملوا قبلها وبعدها زيادة. يعني ممكن. انا عاملة زيادة غرزة واحدة. ممكن عايزين نيوسع اه اكتر بسرعة. ينزل الشال على واسع اكتر. تعملوا حوالين الغرزة اللي هي دي. تعملوا حواليها يمين وشمال. طرق الزيادات كتيرة يا جماعة. طريقة عمل زيادة الغرز. ممكن اوريكو طريقة جديدة برضو تاني هنا واحنا بنتدي هنا في الدورة دي ما يجراش حاجة. لان ده انا عملي يعني ده نموذج للتعليم بس. فاوريكو زيادة غرز تاني ازاي? ان احنا ممكن نزود بطريقة اللي هي. نيجي مسلا عند الغرزة اللي عايزين نزود عندها. نعمل ايه? هي المفروض كانت في العدد دي بس ميجراش حاجة يوريكو هنا. على الغرزة اللي جاية دي ان انتو تعملوا حواليها. ممكن تطلعوا خيط ده كده. اللي هنا ده. دي زيادة بطريقة تانية. وتشتغلوا في الغرزة اللي طلعتوها دي. تعملوها كده. تشتغلوا اللي بعدها دي. اطلعوا خيط اللي بين الغرزة اللي بعدها كده. الطريقة دي. يا مرة بقى تميل يمين ومرة تميل شمال. مرة تعملوها كده. عشان تميل شمال احسن عشان يبقى منظرها حيط اخدوها من ورا كده. عشان عارفة هاتحانكم. وبقى كده الغرزة اللي في النص دي. اللي بنحددها نحط عليها علامة. مرة ناخدها يمين الخيط اللي حواليها. بنشتغلها كده. ومرة نطلعوا الخيط اللي بعدها. بنعمل الغرزة كده. بنكمل الشبطة دي طريقة للزيادة برضو. اهو. وفنشوا. وتعملوا عند الزيادة اللي بعدها برضو عند الغرزة دي. وتكملوا الدورة دي. الدورة اللي بعدها ما عفيش زيادات تشتغلوا. اهو هوريكوا تاني ازاي الطريقة دي. تحطوا علامة. بالاحسن تحطوا علامات يا جماعة. يعني جا عند الغرزة اللي جاية دي. هوريكوا طريقة زيادة تانية. خلينا هنا هي دي. نعتبر هي دي اللي عندها الزيادة يا جماعة. ونطلع الخيط اللي بينها. وبين الغرزة اللي قبلها. طريقة دي. ونشتغل كده. خوادي الغرزة هي. نشتغل نطلع حفل دي بعدها. نحط طريقة دي. او دي. هي كده لو حطناها كده. نستغلها من وراء. كده. اهو. كده اعملنا زيادة غرزتين. الطريقة دي برضو كويسة هيوسع بسرعة. لاننا هنزود عند مكان العلامة. قبل الغرزة وبعد الغرزة يعني نزود غرزتين. يعني يبقى في الدور عند كل مكان غرزتين. عند اربع اماكن يبقى تمام غرز. كده لو عايزينه يوسع. اكتر. من غير عد ولا حاجة بقى تحطوا عند اماكن. احطوا علامات. خلاص. احطوا علامات. كم نشوك. احطوا علامات. كم نشوك. احطوا علامات. كمان عايزين البلسية يا جماعة. عايزين تعملوه بلسية من فوق. اعملوه مش عايزين. ما تعملوش بلسية من فوق. ادي اماكن الغرزة هتيجي هلا عندها الزيادة. هي باينة اهي. اهي. جماعة. هطلع خيط اللي بينها وبين الغرزة. هي دي. هطلع الخيط كده. انا ممكن احطها كده. احطتها كده اشتغلها كده. تبقى من ناحتي اللي بين. وانا ادي الغرزة. باعدة اطلع بعدها. واشتغلها. مفوض. احطها كده. اللي لو حطتها كده اشتغلها. تبقى مزبوطة وميلة ناحية الشمال. من وراء كده اهي. مش عايزة الخط يعني. اهو. طريقة دي. عايزة اوريكم بقى شكل الدايرة بعد شكلها ايه? وسعتها واماكن اللي عندها الزيادات. اهو. شايفين? وهو. هنا يبقى ده. الجزء ده المفروض. لقدام. وهنا كتف وهنا كتف وده الضهر. شايفين يا جماعة? يبتدي تزيد الدايرة. مقفولة هينزل. هننزل بيه. كده لو عايزين برجو تبتدوا آآ طريقة شغل بلوزة من فوق من الرقبة مقفولة من كل الجوانب. اهو هنمشي. لما يطول الشغل شوية وينزل على واسع. ونمشي مسافة. نعمل بقى فتحات عند الاكمل تخرج منها ادراعات. انا همشي. اتبعوا طريقة الزيادة اللي وراتها لكم الاخيرة دي. عشان اده زيادة من عالجنبين ويوسع بسهولة. همشي المسافة وارجع لقوبة. اشتركوا في القناة